لقد أنهيت الدرس السابق بالحديث عن خطة التحفيز وإذا ما كانت شاملة بشكل كاف وما الهدف الأولي الحقيقي لها لكن كنت أتحدث بسرعة عن أمور مثل المدخرات والناتج الإجمالي المحلي واعتقدت أنه من الجيد مناقشة ذلك بالتفصيل لأنه جزء من واقع البلاد من الجيد البدء بالحديث عن الدخل المتاح لأن الجميع يناقشه دون إعطاء مفهوم واضح لكن من المهم فهم هذا المصطلح يمثل هذا المربع الناتج الإجمالي المحلي ويتمثل في جميع السلع والخدمات أي كامل الدخل الذي يتم إنتاجه أما الدخل المتاح فهو ما يتم تداوله بين المستهلكين في النهاية لا أعلم الرقم المحدد الذي يعبر عن الناتج الإجمالي المحلي الأمريكي لكن سأفترض أنه يساوي 15 تريليون دولار يذهب جزء من هذا المبلغ للذرائب ولنفترض أنه يساوي 3 تريليون دولار هذه أرقام تقريبية لكن من الواضح أنها افتراضية وربما تحتفظ مشاريع الأعمال بمبلغ تريليون دولار لنفترض أن شركة مايكروسوفت تجني مبلغ مليار دولار مع أنها تجني أكثر من ذلك لكنها تحتفظ بالمبلغ في حساب مصرفي تمتلكه الشركة فلا يتم إنفاقه على الموظفين أو تقسيمه بين المساهمين بل يتم إدخاره في حساب مصرفي إذن تشكل مدخرات الشركات مبلغ تريليون دولار ما يتبقى بعد ذلك يساوي الدخل المتاح أقوم بالشرح بصورة مبسطة لكن الفكرة العامة هي أن ما يتبقى في حوزة العائلات بعد دفع الضرائب يسمى بالدخل المتاح أي أن الشيك الذي يحصل عليه الشخص بعد دفع الضرائب وما إلى ذلك هو مبلغ الدخل المتاح ما يثير الاهتمام هو مصير الدخل المتاح خلال الأعوام العديدة السابقة يشكل هذا الرسم تمثيل النسب المئوية للدخل المتاح الذي تم إدخاره منذ عام 1960 وقد حصلت على الرسم من برنامج بلومبرغ وللحصول على نقطة مرجعية سأرسم الخط الذي يشكل النسبة 10% إذن هذه هي النقطة المرجعية تساوي ما نسبته 10% من المدخرات الفردية ويمكن الذهاب إلى أبعد من ذلك بملاحظة أنه من الستينات وصولا إلى بداية الثمانينات كان الناس يدخلون ما نسبته 10% من الدخل المتاح الخاص بهم أي من شيك الراتب الذي يحصلون عليه بعد دفع الضرائب فقد كانوا يدعون ما نسبته 10% من المصارف وبالطبع يتم استخدام ذلك المبلغ لاحقا في الاستثمارات وما إلى ذلك لكن بدءا من أول الثمانينات أي تقريبا في عام 1984 تلاحظ أن الناس قد بدأوا في ادخار مبالغ نقدية أقل ووصولا إلى الأزمة الحالية في عام 2007 في المتوسط لم يدخر الناس أي أموال حيث ربما يدخر شخص ما مبلغ 5 دولارات بينما يقترض آخر المبلغ ذاته إذن في المتوسط لم يدخر الناس أموالا بل أصبح معدل الادخار سالبا بسبب اقتراض الكثيرين المال هذه فرضية الخاصة ويمكن التحقق منها بالنظر إلى منحنيات أخرى بالنسبة لمقدار ما يقترضه الناس وهناك أمران يمكن مناقشتهما اقترض الناس مبالغ مالية وبدأ يوجد ما يسمى بالمدخرات الفعلية فعند شراء سهم في شركة IBM وهي شركة عالمية لتطوير الحواسيب والبرمجيات قد يعتقد الآخرون أن تلك العملية بمثابة ادخار أو استثمار في سوق الأوراق المالية لكن عند شراء ذلك السهم إذا لم يذهب سعر السهم مباشرة إلى شركة IBM ويساهم في بناء مصانع لا يعد ذلك استثمارا ومن النادر استخدام المبلغ في بناء المصانع الآن لأنه في معظم الأحيان يذهب سعر السهم إلى الشخص الذي قام ببيعه وفي هذه الحالة لا يوجد صافي استثمار بل يعد استثمار أو ادخار عندما يستخدم المبلغ في بناء مصنع جديد أو صناعة منتج جديد إذن يعتقد الكثيرون أنهم يدخرون المال بينما لا يحدث ذلك في الحقيقة قد يعتقدون ذلك لأن قيمة حقوق الملكية لمنازلهم ترتفع أو بسبب ارتفاع قيمة المحفظة الاستثمارية الخاصة بهم لكن لم توجد مدخرات إجمالية وفي الحقيقة كانت جميع المبالغ المقترضة ضد هذه المدخرات خاصة قيمة حقوق ملكية المساكن وانخفض متوسط معدل الادخار بشكل كبير وسنتحدث الآن عن العام 2007 بل عن العام 2008 حيث أن هذه هي القدرة الإنتاجية ربما يجب الحديث عن القدرة الإنتاجية للعالم لأن جزء كبير ما تستهلكه البلاد يتم استيراده من بلاد أخرى لكن هذه هي القدرة الإنتاجية للولايات المتحدة ولنفترض أن ذلك كان مقدار الطلب في العام 2007 لنفترض تساوي العرض والطلب وبالعوداء إلى المنحن الأول نلاحظ أن معدل استغلال القدرة يساوي 80% وهذه ليست نسبة كبيرة للغاية ويمكن القول أن الطلب كان عند هذه النقطة لكن ذلك مستوى جيد حيث يجب أن يساوي معدل استغلال القدرة حوالي 80% وهذا هو المعدل الذي لا يحدث عنده تضخم مفرط عند استغلال الموارد بشكل جيد لكن بشكل مفاجئ وقعت الأزمة الاعتمانية وتلاشت نسبة الإقراض إذن أفترض أن الأمر الوحيد الذي مكن البلاد من عدم ادخار هذه المبالغ هو إمكانية الاقتراض بمعايير منخفضة وفي كل مرة تواجه فيها البلاد كسادا من منتصف ثمانينات القرن الماضي حتى الآن كانت الحلول التي تعرضها الحكومة تتمثل في جعل الحصول على التمويل أسهل يقوم النظام الاحتياطي الفدرالي بتخفيض معدلات الفائدة ويتم ضخ المزيد من المال لشركات فاني وفريد ماك ويتم أيضا تخفيض معايير الحصول على قروض رهن عقاري وخلق دوافع من أجل التوريق أي تحويل الأصول إلى سندات تقوم الحكومة أيضا بتجاهل قيام مؤسسة بيرستيرنز بإنشاء أوراق مالية بضمان رهن العقاري أو رهن للأصول أو عندما تقوم المجموعة العالمية الأمريكية بكتابة مقايضات العجز عن سداد الاعتمان وأدت جميع الطرق التمويل تلك إلى توفر التمويل وعند الوصول إلى هذه النقطة التي أشير إليها يبدأ كل شيء في الانهيار ويحدث عندما ما يسمى بالإدخار الإلزامي فعندما يعجز الناس عن الاقتراض يصبح معدل المدخرات 10% وذلك لأن معظمه يتشكل بسبب حصول الناس على المزيد من القروض كانت توجد مجموعة من الناس ممن كانوا يدخرون ما نسبته 10% من الدخل المتاح الخاص بهم لكن يوجد عدد آخر ممن كانوا يوازنون ذلك بالحصول على قروض بحدوث الأزمة الإتمانية الآن نلاحظ أن معدل الإدخار يعود ليصبح 10% من الدخل المتاح ويمكن ملاحظة ذلك في هذا الارتفاع الذي أشير إليه عندما يصبح معدل الإدخار 10% من الدخل المتاح لا يمكن استخدام هذه الفجوة من أجل الاستهلاك ولنفكر في مقدار هذه الكمية سأقوم بتمثيل الدخل المتاح في أمريكا ويساوي 10 تريليون دولار و7 مليارات دولار وسأقوم بتقريب المبلغ إلى 11 تريليون دولار وهذه الفجوة التي ساهمت معايير الإقراض البسيطة في تشكيلها تساوي 10% من الدخل المتاح تشكل ما نسبته 10% من مبلغ 11 تريليون دولار سنويا طلبا يتم استهلاكه إذن تحدث فجوة بشكل مفاجئ حيث كانت هذه قيمة الطلب سابقا بينما ينخفض بشكل كبير في الوقت الحالي ليصل إلى هذه النقطة بينما سيختفي هذا الجزء من المبلغ تريليون و100 مليار دولار لأن الإقراض لم يعد متاحا بعد ذلك قد ينخفض معدل استغلال القدرة ولسوء الحظ لا تساوي أرقام استغلال القدرة ما كانت عليه في الكساد العظيم ويمكن تخمين النقطة التي يبدأ عندها الانكماش لكن بسبب اختفاء مبلغ تريليون و100 مليار دولار في الطلب ينخفض هذا المنحنى باللون البرتقالي بشكل أكبر بالنسبة لمعدل استغلال القدرة مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار وما يحاول أوباما والنظام الاحتياطي الفدرالي وجميع الجهات الأخرى فعلة هو سد هذه الفجوة في هذا الوضع لا يستطيع أي شخص الحصول على قرض فلا تستطيع الشركات الاقتراض وكذلك مالكي المنازل بينما تستطيع الحكومة ذلك لأن الأشخاص مستعدون لتمويلها وعلى الأقل يستطيع النظام الاحتياطي الفدرالي تمويل الحكومة إذن تريد الحكومة التدخل وتنشيط الركود بهذا الطلب وأنفاق النقود بنفسها بوجود خطة التحفيز ما هي محصلة أزمة الطلب هذا؟ إنها تساوي مبلغ تريليون ومئة مليار دولار سنويا بينما تتطلب خطة التحفيز تريليون دولار وهذا المبلغ ليس سنويا على الرغم من أنني أشعر أننا سنشهد حدوث ذلك عدة مرات من المتوقع أن يتم إنفاق مبلغ خطة التحفيز التي تمت الموافقة خلال الأعوام القليلة القادمة إذن بالنسبة للطلب على المدى السنوات القادمة فإنه يساوي بضع مئات المليارات سنويا إذن لن يكون الطلب قريبا من المبلغ الكافي لتجاوز أزمة الطلب هذا إذن لا يزال هناك معدل استغلال قدراء منخفض بالنسبة لأولئك الذين يفترضون أن خطط التحفيز هذا ستخلق تضخما مفرطا لا أتفق مع ذلك على الأقل على المدى القريب لأن الطلب لن يقترب من القيمة المطلوبة لتغطية هذه القدرة الإنتاجية الإضافية الموجودة في النظام وقد يعمل الطلب على استيعاب قيمة مختلفة للقدرة الإنتاجية إذن ربما تقوم خطة التحفيز على خلق ظروف مشابهة للتضخم في أسواق محددة والتي تتركز فيها هذه الخطة لكن في مناطق أخرى كان فيها الطلب كبيرا كالطلب على الملاعق ذات الخمسين دولار من متاجر ويليام سونوما أو مناظد الجرانيت فستستمر في مواجهة الإنكماش بالنسبة لي فالنتيجة النهائية هي بما أن هذه الخطة صغيرة على الرغم من أننا نتحدث عن تريليون دولار بالنسبة لمقدار الطلب الذي يتم إهداره سنويا لا يزال النظام يواجه إنكماشا وبالنسبة لي ولأي شخص ممن يهتمون بذلك أفضل ما يمكن فعله لتحديد موعد اللجوء إلى استخدام الذهب أو الشعور بالقلق حول التضخم هو أنه عند الخفاض معدل استغلال القدرة إلى متوسط 80% وعلى الأقل خلال الأربعين عاما الأخيرة كان معدل استغلال القدرة هو أفضل مؤشر رئيسي لتحديد الأوقات التي ستواجه فيها البلاد تضخما أما بالنسبة لمن يصرون على أن التضخم المفرط المحتمل الحدوث سببه عدم الالتزام بغطاء الذهب أي معيار الذهب الدولي أود الإشارة إلى أن البلاد تخطت بريتون وودز واستطاعت الحصول على عملة متفق عليها عام 1973 أي عند هذه النقطة تقريبا لكن أسوأ مراحل التضخم كانت في فترة وجود غطاء الذهب أي معيار الذهب الدولي وذلك بسبب وجود معدل استغلال القدرة كبير جدا هذه الفترة التي أشير إليها هي فترة الحرب وما الذي يحدث خلال الحروب بشكل عام يتم تشغيل المصانع بأقصى قدراتها وكذلك المزارع لإطعام الجنود وبدلا من قيام المصانع بصناعة السيارات تقوم بصناعة الطائرات إذن يعمل الجميع وترتفع الأجور وكذلك يرتفع كل شيء ليحدث التضخم ويزعم الكثيرون أن الحرب كانت الحل للكساد العظيم وهذا صحيح من حيث أنها أخرجت البلاد من حالة الانكماش السلبية التي تحدثت عنها في الدرس السابق وعملت الحرب على ذلك من خلال خلق تضخم كبير جدا وفي فترة ما بعد الحرب كان الناتج الإجمالي المحلي لأمريكا جيد لكن لم تكن الحرب ذاتها هي من أخرجت البلاد من حالة الانكماش على الرغم من أنها ساهمت في ذلك كانت القدرة الإنتاجية التي تم استخدامها خلال الحرب العالمية الثانية كبيرة لكن الحرب انتهت وبذلك لم تعد البلاد بحاجة لبناء المزيد من الطائرات بعد ذلك ولم تعد بحاجة لإطعام الجنود بل جميع الجنود الذين عادوا لمنازلهم عاطلين عن العمل ما الذي يجب على الدولة فعله في هذه الحالة ربما ينخفض معدل استغلال القدرة إلى هذه النقطة لكن ما قد لا يتحدث عنه الكثيرون هو أن بقية القدرة الإنتاجية الصناعية للعالم تم تقسيمها إلى أجزاء صغيرة وفي تلك المرحلة كانت الولايات المتحدة تشكل جزءا صغيرا من الناتج الإجمالي المحلي وكانت الأطراف الأخرى الرئيسية هي ألمانيا وأوروبا الغربية واليابان لم يتم تدمير أي مصانع في أمريكا خلال الحرب بينما دارت الحرب في تلك المناطق وعندما يريد أي جيش قصف أي موقع فالمواقع المثالية التي ينبغي قصفها هي المصانع إذن ما حدث في الفترة التي تلت الحرب هو أن القدرة الإنتاجية لهذه الدول تم تقسيمها إلى أجزاء صغيرة وكانت الولايات المتحدة هي البلاد الوحيدة التي تبقى لها جزء من القدرة الإنتاجية وبالتالي أصبح الطلب لبقية أجزاء العالم يعتمد على قيمة القدرة الإنتاجية لأمريكا وعلى الرغم من أن ذلك كان متبوعا بأزمة طلب في الولايات المتحدة إلا أنه كان سببا في وجود أزمة عرض من الحرب حيث تم تقسيم هذه القدرة الإنتاجية إلى أجزاء صغيرة وفي الموقف الحالي توجد أزمة طلب رئيسية حيث توقف التمويل تماما وارتفعت نسبة المدخرات بشكل كبير جدا لأن الناس لا يستطيعون الاقتراض لكن لا توجد أزمة عرض مضادة بل استمر العرض الذي تقدمه مصانع المنتجات كما هو إذن تحاول أدارة الرئيس أوباما خلق تحفيز لرفع هذه المعدلات لكن ذلك لن يكون كافيا لكن ما أخشاه أنه بوجود طباعة النقود بمجرد العودة إلى متوسط معدل استغلال القدرة يساوي 80% ما مدى سرعة إلغاء طباعة النقود وخطة التحفيز فذلك سيكون الأمر الرئيسي لأنه بالوصول إلى معدل استغلال القدرة يساوي 80% مع استمرار طباعة النقود الذي يشكل الهدف الرئيسي للحكومة حينها فقط ربما تواجه البلاد حالة من التضخم المفرط لكن لا أتوقع حدوث ذلك على الأقل خلال السنوات القليلة القادمة